كشفت اللجنة الأولمبية البحرينية عن قائمة الرياضيين المشاركين بدورة الألعاب الأولمبية الثلاثة والثلاثين لأولمبياد باريس الفين واربعة وعشرين وبينت اللجنة أن مملكة البحرين ستشارك بقائمة تضم أربعة عشر لاعبا يمثلون خمس رياضات وهي ألعاب القوى والسباحة المصارعة والجودو ورفع الأثقال في الألعاب الأولمبية التي ستقام من السادس والعشرين من يوليو الجاري حتى الحادي عشر من أغسطس القادم في العاصمة الفرنسية باريس جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الأولمبية يوم أمس بحضور سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسفير جمهورية فرنسا لدى مملكة البحرين السيد إيريك جيرو والسيد فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية والمدير التنفيذي للجنة الأولمبية ومدير البعثة أحمد محمد عبد الغفار وعدد من رؤساء وأعضاء الاتحادات الرياضية المشاركة وحشد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وبدأ المؤتمر بكلمة ترحيبية لسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نقل فيها للحضور تحيات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الناب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية مشيدا بدعم سموه للبعثة البحرينية ومؤكدا حرص اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية على التمثيل المشرف في ظل مشاركة عدد من رياضيها الأبطال كما ألقى السفير الفرنسي كلمة بهذه المناسبة عقب ذلك قدم السيد أحمد عبد الغفار عرضا متكاملا عن الرياضيين المشاركين كما تم عرض فيلم ترويجي عن الزي الجديد لفريق البحرين في أولمبياد باريس نحن جدا متفائلين ومشاركة مملكة البحرين في أولمبياد باريس مشاركة مهمة وبتوجيهات ودعم سمو الشيخ خالد رئيس الأجر الأولمبية نحن نحس أن فريق البحرين إن شاء الله سيشارك مشاركة متميزة نحن نشارك في خمسة العاب مهمة رفع الأثقال، السباحة، العاب القوة والمشاركات الثانية المصارعة نحن نحس أن أغلب الرياضي مشاركين في فريق البحرين هم أبطالنا في السم يعطينا الدافع أن نحن نتفائل ونحن نتفائلين إن شاء الله في فريق البحرين لهذه البطولة إن شاء الله هذه الأولمبياد أكبر حدث رياضي في السنة يعني الكل يترقب من الإعلاميين والصحافة والكل يترقب الأولمبياد ونحن بالعكس علينا أن نتأكد أن مشاركة البحرين تكون ناجحة ونحن نواثقين أن هذه المشاركة تكون ناجحة وتفائلوا بالخير إن شاء الله اشتركوا في القناة